السلام عليكم أعزائي التلميذ سنة أولى ومتوسط سوف نقوم بمراجعة بسيطة لدرس الوضوء هذه المراجعة سوف تكون عبارة عن نص سؤال عندنا وضعية تكون فيها مجموعة أسئلة هذه الأسئلة عادة ما تكون مقترحة أو مدمجة في الفرض لذلك سوف نقرأ الوضعية ونجيب إجابات بسيطة جدا بإمكان أي تلميذ أو أي طالب أن يحفظها نبدأ على بركة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة أحد إذا أحدث الحدث عندنا الحدث الأصغر وعندنا الحدث الأكبر حتى يتوضع نص السؤال يقول عرف الوضوء شرعا الوضوء شرعا هو أغسل أعضاء معينة بالماء على كيفية مخصوصة بنية التعبد السؤال الثاني ما هي فرائض روضوء؟ فرائض روضوء هي سبعة عندنا الفريضة الأولى النية بأن يقول الإنسان قبل الوضوء اللهم إني نويت فرض الوضوء غسل الوجه ثالثا غسل اليدين إلى المرفقين لا نذكر ثلاثا أو أربعة أو واحد لا نذكر فقط الفرائض يعني ما هي الفريضة في الوضوء رابعا مسح الرأس خامسا غسل الرجلين إلى الكعبين رقم ستة الفريضة رقم ستة وهي الدلك نقول الدلك أو نقول الفرق لأننا نقوم بفرق الأيدي والأقدام أثناء الوضوء بين الأصابع الخير هو فرائض وهي الموالات الموالات هي الوقت القصير بين كل فرض وفرض يكون الوقت قصير ولا يكون الوقت طويل السؤال رقم ثلاثة أذكر من خلال الحديث متى يجب الوضوء الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع أي يجب الوضوء بعد كل حدث ثم آخر الأسئلة إذا تعذر على المصل الوضوء إلى ما يلجأ يلجأ المصل إلى التيمم سوف نخصص مراجعة قصيرة لدرس التيمم بعد قليل إن شاء الله أو في فيديو سابق استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته